مسلحون مجهولون أطلقوا ثماني طلقات على هذا المطعم السوري هنا في منطقة إسنلر في اسطنبول تحديدا دورتيول في إسنلر صاحب المطعم ومن كانوا فيه روع من حجم الطلقات التي أطلقها أربعة من المسلحين من جديد هم مجهولون وفق ما يقول ملاك هذا المطعم الذي نصل إليه هنا الحادثة وقعت يوم السبت الماضي ووفقا لملاك المطعم فإن شخصا دخل برفقة مسلحين وسأل عن سوريا آخر ليكتشف أن أصحاب المطعم الجدد هم أيضا من السوريين فأمر بإطلاق النار من كان هنا هو عبد الحي وهو أحد ملاك المطعم عبد الحي أول شيء الحمد لله على سلامتك الله يسلمكم وبرك الله فيكم شو اللي صار وقبل شو اللي صار ليش هيك صار أشخاص ما بعرفون أجوا كانوا بشين مع قبيل المحل فدخلوا قال مرحبة الشخص الواحد بناتهم دخل ثلاثة بره قال مرحبة لنا له أهلين قال أنت تركي عملي هيك تلو لأ أنا سوري قبل ما يقل لي أنت تركي قال لي وين هو عمر تلو ما بعرفه عمر مين عمر قال لي مو بيت وفوق تلو لأ قال لي أنت تركي تلو لأ سوري قام طلع قال له نقوسوا وقت أوسوا يعني فواحد منهم نوجه الفرد علي فأجتوا اطلاق نار من ورا فخاف يعني أنا هون نزل بتاعت الكاشير حسب فيديوهات كاميرات المراقبة أنت كنت هون ورا الكاشير طبعا كنت واقف هون الشخص اللي وجه عليه السلاح أجي هون يعني كان بده يقوس وأوس وقت أجتوا الرصاصة من ورا خاف أم أجت طلقة هون ولكن الطلقة روح تجي علي لو ما يجي الطلقة من وراه هو نقز شفناه بفيديو كاميرات المراقبة أنه نقز فتغير نقز أيوا فغير وجهة إطلاق النار هو كانت إطلاق النار علي واضحة بالفيديو هو نقز لما أجت الطلقة لما أجت الطلقة نقز أجيتهم من قفاه يعني هو معه مسدس وبره معه مسدسات حتى مشت من واحد منهم المخابرات أهدتهم عبدالحي في لحظة واحد من الشباب كان يمكن هون وانت شفت المسدس بإيده بس انت ضليت واقف طبعا أنا شفت معه المسدسات وانا الداخلين متهاجمين علينا فنحن شبنا نعمل أظي أظي المنطق كان انه شفت المسدس انك تهرب تتخبى انت مظنيت انه رح يطلق لنا أنا مالي عمل شي مالي أعداء أنا فيدها جديد أنا إذا أهرب بدأ أثبت انه أنا بعرفه للشخص اللي عم يدوره عليه فأنا ما توقعت انه يؤوسوا فوقت شفت الفرودي قلت له نحن منع له يعني ليه شاب تسحب ما في أي مشكلة معناه أهم مباشر قلت كل هاتكن تجمع هون يعني هو جاي يقتل كل هاتكن تجمع هون فالشباب دخلت لجوة أنا ضليت آخر واحد هون فوقت قوس أنا دخلت كان في حدا مرأ من هون زبون لما حدم هذا زبون كمان دخل هذا دخل لجوة نعم الأخ زياد انت والد شريكو العبدالحي يعني هون الشاب شريك ابني ابنت فان جا دقونا التليفون طيب قال ايشو ضرب رصاص ومارصاص انشفان دمون هدولي لفتحهم المحل عب يعطونا خرجية إنا هذا عب أهله في رائبته طيب نحن ايش يا وين الروح يعني وين الروح يعني اليوم ان احنا جينا من سوريا الله كتر خيرهم حكومة وشعب وأفراد وأطفال الله كتر خيرهم استضافونا يا أخي نحن بمشكلة معنا معكم طاوي في محنة عم نشتغل تدخل وتدخل وتضربوا هذا بتجوز هذا العمل نحن صلنا من الآلفين تلتعاش هنا نحن لو نعرف هيك نهايتكم دكتر عاملونا في هالمعاملة هاي نحن رحنا عجهنم الحمرة كنا قطلنا في بلادنا أحسننا نحن أضمننا يعني عبا قلو هالله عبا قلو بدي أشريكم هدول الوقيت صداقش اسموا رصاص تلبسوه وحطوا خواز وشتغلوه مشان ايش ما بنقطلون نحن هن بقطلونا بحق لن يقطلونا هننن نحن دبنا مباع هن بحق لن نقطل بس نحط شي نلبس مشان ايش مشان اذا عصبوا علينا ما نقتل بتجي الطلقة هون ولا هون حقهم يقتلونا هننن نحن بأيام كورونا بأيام كورونا العالم كله بركت ولادي بركت انا عندي بيت في حلب بعته وجبت حقه لا قصرت على فاتورة ولا على ايجار جماعة في حالنا جايين نحن متقاويين بس يخلص الحرب عنا بسورية الله يقتل خيركم صداقش ليش هالمعاملة عبت عاملونا يا ها ليش ايش سوينا انتو ما كنتو بتعرفوهن ابدا ابدا ما بنعرف عنه شي ابدا دم قلب ما حيطينا نحن فتحنا البحل هون صالكن شهر انتو فاتحين هون افار الطلقات مبينة عبد الحي اذا ممكن نشوفها هذا الشخص اللي كان بده يقوسني هون وانا نزمت لجوه اوصي من وراي بس انا كنت ماشي هيك منبطح وماشي اجت الطلقة جوه على البرات يا ريت اذا فينا نشوف اثرت الخطرة جعلك عم زياد وانا جيت انا هون اوصي من هون انا كنت ماطل امتجلس كمان اجب دي اوصي ماطلت وفتت لجوه وانا فتت لجوه كمان اوصي بس انا ماشي هيك اجت الطلقة هون هاي الطلقة اللي كان الاوصي علي الوجه علي اجت في البرات يعني ضرب مباشر يعني ضرب مباشر ونحن ماننا اي علاقة يعني نحن يهدي المطعم جديد ضرب مباشر يعني ما انا طيب اش في بناتنا ما فيش يا اخي ما في بناتنا اولا بتعرفونا اولا منعرفكن واول مرة منشوكن عبت تسألوا على عمر وين هو عمر الكون غاية عند عمر وقطلوه عمر يعني المفروض انت عنده قعداء تعرف هالشخص مين المطعم لمين او اي شخص عبت انت ضربوا عشوائي بتضربوا عشوائي دم الناس مولعبه يعني وانتو من كاميرات المراقبة شفنا كل الهجوم اللي قدش استمر تقريبا كم دقيقة مافي تدد اوية مافي تدد اوية كنت حضرتك انا صرفت المساة طبعا انا داوم الصبح للمساة بس خبرني بليس عشرة على هول فيديو عالمان انا عداء احنا بس بدنا نشتغل بيت حلالا نعيش اولادنا هون في محنة احنا محنة عن ايجار وعنا فواتير عم ندفع وعنا والله العظيم انا اولادي في المدرسة ما ليحطن ما ليحطن انه اولاد في المدرسة بتلاقي بيجوا سوريا لي وسوريا بام بام انا قدام عيني والله العظيم لحينهم دي قتلوه صورت الولاد ما بعرف احكيه قال له ابي بقار قداش بقار قداش بعدين طلعت الوصري بقود يروح المدرسة قابلت الحلال عيفيهم في البيت عبدالحي ضليت فاتح بعض اللي صار ورجعت فتحت من تاني نهار ما ليعمل شي اجيت المخابرات اجيت حتى ضباط حقايت في الموضوع نفس الساعة انا رحت عالمغفر تقريبا شي اربع ساعات قدمنا شاكوا وطلعنا من تاني نهار فتحت ما في اي مشكلة ما ليعمل شي انا ليش لا اسكر الحمدلله ما حدا نصاب انا مقدر انفعالك عم زياد بس الحمدلله على سلامتهم ما حدا نصاب احنا في بيتنا محيد دين عفوان عبد الحي الشكل اللي شفناه بالفيديو واللي اطلقوا النار معه قدرت تعرف من الشرطة على الاقل انه هنه تشكيل عصابي عصابة يعني ما عرفنا اي معنى لحد الان راحنا وقدمنا شكوة وتعاملوا بالموضوع بشكل جدي كمخابرات واخدوا كاميرات المراقبة من عندها واخدوا كاميرات وحطونا ارقاما اقول اي شي بصير حتى يعني مباشرة تصلوا فينا يا استاذي كريم نحن منا سلتنا بلعنب نحن منا لا منا ندعي بس يكون شرنا نحن عم نشتغش نعيش ندفع اجاراتنا لو الله يفرجع عبلادنا نحن يعني ما منا شي منهم ولا نعرفون منه هنين عبد الحي المنطق الان مو الافضل انك تسكر لبين بس ما تعرف انه تم القاء القبض ما تم القاء القبض ليش الاستقفات مو انه تسكر هلا على الاوضاع هاي طيب سكر اليوم ازا بتسكر يوم اي مطعم كان تسكر يوم تنكسر اسبوه معروفة هاي عندك اجار عندك فواتير غاز عندك ضرائب عندك فيرجي هلا الشي ميدي تحمل مسؤوليتهم يعني فالموضوع ما بتحسن تسكر ان كان هو ان كان ابني عليهم ديون ان ما فتحوا الديان ومن هون من هون يا حرام عمش تقولوا يالله طيب والله العظيم هدا شي ما بيجوز من الله اشو السبب مشان ايش الحمدل على سلامتكن مرة تانية عبد الحي انه بلد اسلامية نحن بالالفين واربطعش الفين وخبسطعش فتح الطريق ما طلعناه على اوروبا ليش لانه هون بلد اسلامية في جميع نحن منا اسلام هالله كببنا نحن لاننا اسلام نحن بنعبد الارض سوينا الشي مع كون شفتوشي مننا داخلين عمحلنا عب تضربوا بتقوسوا على عماشي من دون ما تعرفوا حدا نحن منا اسلام خلص نحن بيركين هون بنعبد الهوة هيك على الهوة نحن بلها لجاء انا انه بلد اسلامية فيها الله اكبر ماشي طيب هالله نحن منا دين دين شفتوشي مننا حتى داخلين عمحلاتنا عب تقوسونا في محلات تجوات محلاتنا طيب شلون نبرك في البيت يعني طيب شلنا نتفعل اجاب نروح لبلادنا نقتل في بلادنا والله ما بنعرف الحمدلله على سلامتهم انا كتير مقدر انفعالك الحمدلله على سلامتهم يا رب والله يحمي لك يا هون ويحمي لك ابنك عبدالحي شكرا كتير اليك والله يحميك مرة تانية هذا اللي عم يصير اذا هنا في منطقة اسنلر دعونا فقط نختم من جديد مع ما تسببته فقط الحمدلله اضرار مادية لهذا المطعم الصغير هنا في اسنلر بالاضافة لانهيار الزجاج الرئيسي واثار طلقات الا انه لا اصابات اذا في هذا الهجوم الذي شهده هذا المطعم هنا في منطقات اسنلر قصية عمامة لأوريانت اسطنبول